بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد أرحب بكم أعزائي الدارسين في اللقاء الثاني من مقرر المدخل إلى العلاقات العامة والإعلان ونحن ما زلنا في الجزئية الأولى من هذا المقرر وهي المدخل إلى العلاقات العامة في اللقاء الماضي تناولنا مفهوم العلاقات العامة والمداخل العامة للعلاقات العامة في هذا اللقاء إن شاء الله سنتناول نشأة العلاقات العامة وتطورها وسنأخذ في إطار هذا اللقاء مجموعة من الموضوعات ولكن قبل أن ننتقل إلى عناصر هذا اللقاء أحب أن أذكر أهداف هذا اللقاء عزيزي الدارس بعد أن نكمل هذه المحاضرة أو هذا اللقاء يفترض منك أن تكون قادرا على أن تتحدث عن العلاقات العامة البدائية هذا هو الهدف الأول الهدف الثاني أن تذكر السمة الرئيسية التي اتسمت بها العلاقات العامة البدائية الهدف الثالث أن توضح أوجه ممارسة العلاقات العامة في الحضارات القديمة الهدف الرابع أن تذكر القاسم المشترك التي اتسمت به العلاقات العامة في الحضارات القديمة والهدف الخامس أن تتحدث عن العلاقات العامة في الحضارة الإسلامية أخيرا أن تبين الفرق بين تناول الإسلام للعلاقات العامة ومعالجة أيضا العلم الحديث لهذا الموضوع حتى تتحقق هذه الهدف سنتناول العناصر التالية في إطار هذه المحاضرة أو في إطار هذا اللقاء أولا نشأت العلاقات العامة كممارسة لها العلاقات العامة البدائية ثانيا سنتحدث عن العلاقات العامة في الحضارات القديمة وسنذكر منها البابلية والأشورية وكذلك الحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية العنصر الثالث من عنصر هذا اللقاء سيكون حول العلاقات العامة في الحضارة الإسلامية بسم الله نبدأ نشأة العلاقات العامة عندما نتحدث عن نشأة العلاقات العامة يجب أن يظل حاضر في ذهنك أنت كمتخصص في العلاقات أو غيرها أن هناك فرق بين العلاقات العامة كممارسة والعلاقات العامة كعلم فعندما نتحدث عن العلاقات العامة كممارسة فنحن نتحدث عن طبيعة علاقة الناس مع بعضهم البعض العلاقات البداية التي نشأت منذ نشأة الخليقة العلاقات العامة كممارسة ليست مرتبطة بتاريخ محدد بدايتها وإنما هي مرتبطة ببدايات نشوء الحضارة الإنسانية بشكل عام وظهور الإنسان على وجه الحياة أو على وجه الأرض باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي لا يمكنه الاستغناء عن الآخرين ولا يمكنه أن يعيش منعزلا بذاته لا يمكنه أن يشبع كافة احتياجاته سواء النفسية أو الفاسيولوجية أو الاحتياجات المادية أو غيرها أنت تحتاج إلى كثير من الأمور التي لا يمكن أن تقوم بها أنت بذاتك غيرك بيقوم بها وبالتالي تنشأ روابط اجتماعية بهدف إشباع هذه الاحتياجات وتحقيق هذه المطالب وتلبية هذه الرغبات بين أبناء المجتمع أطلق عليها العلماء بأنها علاقات عامة إذن العلاقات العامة ظهرت منذ نشأة الخليقة بهدف إشباع الاحتياجات والحفاظ على البقاء ولا سيما في وجه المخاطر التي كانت تجتاح الإنسان أو تهدد حياة الإنسان سواء هذه المخاطر ناشئة من الذات مثل احتياجات الإنسان للأكل واحتياجات الإنسان للبقاء واحتياجات الإنسان للتكاثر وغيرها هذه الاحتياجات إذا لم تتمكن من إشباعها تشكل خطر عليك أو كذلك المخاطر التي تنشأ من الطبيعة الإنسان عاش في ظل طبيعة مليئة بالحيوانات المفترسة وبالمخاطر التي يمكن أن تهدد حياة الإنسان حتى يتمكن الإنسان من القضاء على هذه التهديدات وإشباع الاحتياجات الذاتية فهو محتاج إلى بناء روابط اجتماعية وعلاقات مع الآخرين ومن هنا فقد نشأت العلاقات البدائية بهذا الغرض هنا نصل إلى نتيجة وهي سمة رئيسية اتسمت بها العلاقات العامة البدائية هذه السمة هي أن العلاقات البدائية كانت تخاطب الغريزة من أجل إشباع الاحتياجات والحفاظ على البقاء مثلما ذكرنا أن هناك مخاطر تتهدد هذا الإنسان وهناك احتياجات نابعة من الذات لهذا الإنسان هذا الإنسان محتاج أن يشبع هذه الاحتياجات ولا يمكن له أن يشبعها إلا من خلال بناء روابط وعلاقات مع الآخرين أنت تمتلك الأكل غيرك يمتلك الماء أنت بالإمكان تمتلك أدوات الحماية أنت لديك نقطة قوة معينة ولديك نقطة ضعف نقطة الضعف بالنسبة إليك تشكل نقطة قوة للآخر ونقطة القوة بالنسبة إليك تشكل نقطة ضعف للآخر حتى نتمكن من العيش مع بعض أنا محتاج إلى أنه يوظف نقطة قوتي في صالحك وأنت محتاج يوظف نقطة قوتك في صالحي وبهذه الطريقة تبدأ بناء روابط وعلاقات أسرية وجتماعية في إطار هذا المجتمع إذن علاقات العامة البدائية السم الرئيسية التي تتسم بها أنها تخاطب الغريزة من أجل إشباع الاحتياجات والحفاظ على البقاء في وجه المخاطر أم نابعة من الذات أو من الطبيعة طيب تطورت الحياة فتطورت معها طبيعة العلاقات بين أبناء الجنس الواحد بين البشر وكان تطور هذه العلاقات هو طبيعي جدا العكاس لتطور هذه الحياة نشأت الحضارات فنشأت العلاقات بطريقة أو بأخرى داخل هذه الحضارات وبين الحضارات مع بعضها البعض وهنا سنتحدث عن بعض الحضارات وأوجه ممارسة العلاقة العامة في هذه الحضارات أولا حضارة البابلية والأشورية هناك لوح وجده العلماء يعود إلى 1800 قبل الميلاد مكتوب عليه إرشادات زراعية والعلماء عندما وجدوا هذا اللوح بدأوا يناقشوا هذا الأمر فقالوا بأن هذا النشاط الذي مورس في تلك المرحلة هو ذات النشاط الذي يمارس الآن ولكن باختلاف الأدوات وبشكل آخر يمارس الآن العلاقة العامة في المؤسسات والمنشآت الحكومية وغير الحكومية في هذه اللحظة التاريخية تقوم بعملية إرشاد للمزارعين أو غير المزارعين تقوم بعملية إرشاد للجمهور المستهدف أي أن كان هذا الجمهور تقدم الخدمات تقدم الإرشادات حول أي موضوع من الموضوعات هذا النشاط الذي يعتبر وجه من أوجه ممارسة العلاقة العامة وجد العلماء أنه قد مورس في عام 1800 قبل الميلاد في الحضارة البابلية والأشورية ومن هنا قالوا بأن العلاقات العامة مورست في تلك الحقبة ولكن بمسميات مختلفة أيضا وجد العلماء أن هناك صورا تعبيرية صور تعبيرية في تلك الحقبة التاريخية كان الرسامون يقومون ببناء رسم للملك وهو في لحظة وهو طفل والملك وهو في لحظة استلام الملك والملك وهو على ظهر الخيل في طريقه إلى أو في إشارة بأنه يقوم بعملية المواجهة والحروب والملك والملوك تنحني أمامه وراكعة وخاضع له هذه عبارة عن مجموعة صور تجسد قصة أو رحلة خاصة بهذا الملك الآن العلاقات العامة تستخدم نشاط مشابه ولكن بصورة مختلفة وبأدوات مختلفة وهو ما يطلق عليه في العلاقة العامة بالتقارير التصويرية أن العلاقة العامة تقوم بعملية توثيق للمنشأة في لحظة البناء صورة والمنشأة في أوائل يعني بدايات أو لحظة البناء عند وضع حجر الأساس وغيرها ثم تقوم بتصوير هذا المبنى في لحظة افتتاح بعد أن اكتمل البناء ثم تقوم بعملية تصوير للمبنى وهو في حالة نشاط وعمل الموظفون داخل هذا المبنى بيشتغلوا وبعدها بسنوات أو بسنة أو بسنتين الذكرى الأولى لهذه المنشأة أو لتلك إذن هذه عبارة عن صور تعبيرية وتقارير تصويرية مورست في الحضارة البابلية والأشورية قبل آلاف السنين وبالتالي فقد مارس الإنسان العلاقات العامة ولكن بصورة بدائية وبطريقة تلقائية وتحت مسميات مختلفة لا تمت لهذا المصطلح بصلة وسنتحدث عندما نتكلم عن العلاقات الحديثة متى ظهر مصطلح العلاقات العامة إذن الحضارة البابلية والأشورية من خلال مؤشرين استقرأ العلماء وجود علاقات عامة مورست في تلك الحضارة الآن ننتقل للحضارة العلاقة العامة في الحضارة الفرعونية هذه الحضارة بشكل عام اتسمت بأنها عملت على توظيف الدين في بناء علاقة بين الحاكم الفرعون والشعب المغلوب على أمره بالمناسبة الدين وظف وما زال يوظف في مختلف الحضارات وما زال يوظف حتى اللحظة في بناء وضبط علاقات الحاكم بالمحكوم وعلاقات النخب بالعوام وبالتالي في الحضارة الفرعونية تم توظيف هذا الدين بشكل لافت للانتباه وكان الكهنة هم الرواد الذين تبنوا أو تصدروا المشهد في إخضاع الناس للفرعون وبناء علاقات من نوع معين تحفظ مصالح الكهنة من جهة ومصالح الفرعون من جهة أخرى وبالتالي العلاقات العامة مورست ولكن كان في الحضارة الفرعونية تميز أو برز الدين فيها بشكل واضح جدا وفي ضبط علاقة الناس مع بعضهم البعض طبعا نحن عندما نتحدث مثلما ذكرنا عن العلاقة العامة البداية نحن نتحدث عن طبيعة علاقة المجتمعات مع بعضها البعض طبيعة علاقة المجتمعات مع النخب الحاكمة ومع الحكام بشكل عام هذه الحضارة تميزت بهذه السمة برز فيها استخدام الدين بشكل واضح في إخضاع الناس وبناء علاقة من نوع معين مع الفرعون بالإضافة إلى وجود رموز كانت إعلامية لكنها بشكل كهنوتي يعني كان الكهنوت أو الرجال الدين يمارسوا العمل الإعلامي من أجل نقل صورة معينة عن الجمهور عن الفرعون لدى الجمهور وتثبيت هذه القناعة والصورة الذهنية لدى الجمهور عن هذا الفرعون أو عن ذاك إذن هذه الحضارة الفرعونية بشكل مختصر وسريع ننتقل الآن إلى الحضارة أو العلاقة العامة في الحضارة اليونانية طبعا الحضارة اليونانية تميزت عن غيرها من الحضارات بأنها أنتجت العديد من المؤلفات وظهر أو برز فيها العديد من الفلاسفة الذين بدأوا ينظروا لحياة مثالية وبدأوا يتحدثوا عن طبيعة العلاقة التي يفترض أن تبنى بين الناس بشكل عام بدأوا يتحدثوا عن المدينة الفاضلة بدأوا يتحدثوا عن الحرية عن الحقوق بدأ ينشأ في هذه الحضارة اليونانية حديث وحوار معمق بين أبناء المجتمع حول قضية طبيعة العلاقات التي يجب أن تبنى في أوصاب المجتمع أو بين المجتمع والنخب الحاكمة لكن لم تجد هذه الفلسفات النور في هذه الحقبة التاريخية أو في هذه الحضارة وجدت النور بشكل عملي في الحضارة التي تليها وهي الحضارة الرومانية في الحضارة الرومانية كان هناك وجه بارز للعلاقة العامة بشكل عملي جدا وتم جني ثمار الحركة الفكرية والبذور التي طرحت في الحضارة اليونانية بشكل عملي فأنشئ مجلس الشعب وكان مكتوب على بوابة هذا المجلس صوت الشعب من صوت الله وكان هذه العبارة كانت تجسيد لقوة هذا المجلس من جهة ولسلطة الشعب من جهة أخرى وهي العلاقات تكاد تكون مختلفة وأكثر رقيا عن العلاقات في الحضارات الأخرى إذن باختصار شديد هذه الحضارات التي تناولناها الحضارة البابلية والأشورية الحضارة الفرعونية البابلية والأشورية ذكرنا نماذج العلاقة العامة فيها الحضارة الفرعونية وكيف برز الدين بشكل واضح فيها الحضارة اليونانية كيف بدأت الفلسفة والتنظيرات لطبيعة العلاقات بين أبناء المجتمع الحضارة الرومانية كيف تجسدت التنظيرات في الحضارة التي سبقتها إلى واقع عملي في هذه الحضارة هناك قاسم مشترك اتسمت به العلاقات العامة في هذه الحضارات كلها قاسم مشترك اتسمت به العلاقات العامة في هذه الحضارات بشكل عام وهو أن ممارسة العلاقات العامة كانت من أجل تثبيت دعائم الملك والحفاظ على مصالح أصحاب النفوذ يعني كان سواء استخدم الدين أو التقارير التصويرية في الحضارة التي سبقتها أو الفلسفات التي موجودة كان معظم أو كل ممارسات العلاقة العامة أو جل ممارساتها تمارس من أجل تثبيت مصالح أصحاب النفوذ والحفاظ على الملك إذن هذا قاسم مشترك اتسمت به العلاقات في هذه الحضارات بهذا نكون أوجزنا العلاقات العامة في الحضارات القديمة بشكل عام ننتقل الآن إلى موضوع في غاية الأهمية وفي هذا الموضوع سنستطرد قليلاً ونفصل بشكل أعمق من الحضارات الأخرى لأننا ننتمي إلى هذه الحضارة ولأن الكثير مننا يعتقد بأن العلاقات العامة علم جاء من الغرب ولا نمت له نحن كحضارة إسلامية بصلة نحن سنكتشف الآن أن بذور هذا العلم وغيره من العلوم كانت موجودة أصلاً في تعاليم الدين الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية لكن أيضاً في نفس الوقت سنتحدث عن الإشكالية التي أعاقت أو حالت دون إخراج علوم يمكن الاستفادة منها طالما نمتلك البذور الحقيقية والجذور الأساسية لكل هذه العلوم حتى نتناول العلاقات العامة في الحضارة الإسلامية وبشكل أيضاً موجز نحن سنتحدث عن بعض المواضيع أولها سنجسد الحالة وواقع وطبيعة العلاقات التي كانت تسود أبناء المجتمع ما قبل ظهور الإسلام حتى نتمكن من إدراك الفرق نحن بحاجة إلى تجسيد وتشخيص نحن بحاجة إلى تشخيص الواقع ما قبل ظهور هذه الحضارة كانت العلاقات التي تسود العالم العربي والمجتمع العربي ما قبل ظهور الإسلام علاقات تتسم بحالة من الاختلال لا يوجد فيها اتزان كان هناك حالة من الطبقية حالة من العنصرية كان لدينا العبيد ولدينا السادة كانت المرأة ينظر لها نظرة دونية جداً حتى نجسد هذا الأمر هناك حكاية بسيطة جسدها الشاعر عنترة العبسي هذا الشاعر كان ابن واحدة من العبيد وكان أسمر اللون وكان ينظر إليه بازدراء شديد عندما كبر هذا الشاعر والفارس فرض بقوته وقدرته على القتال فرض نفسه في الواقع فكان نال حظاً من الاحترام في المرحلة اللاحقة عندما ظهر كفارس وتم الاعتراف به باعتباره ابناً لهذه القبيلة وله مكانة محترمة فيها فتكلم بعض أبيات من الشعر في هذه الأبيات يجسد حقيقة حية أثناء تلك أو يجسد فيها طبيعة العلاقات التي كانت تمارس في هذا المجتمع وكيف ينظر إلى طبقة واسعة من أبناء المجتمع نظرة دونية كبيرة يقول أعاتب دهراً لا يلين لعاتبي وأطلب أمناً من صرف النوائبي وتوعدني الأيام وعداً تغرني وأعلم حقاً أنه وعد كاذبي صحبت أناساً واتخذت أقارباً لعوني ولكن أصبحوا كالعقاربي ينادونني في السلم يبنى زبيبة وعند اصطدام الخيل يبنى الأطايبي ولولا الهواء ما ذل مثلي لمثلهم ولا خبعت أسد الفلى للثعالبي سيذكرني قومي إذا الخيل أصبحت تجول بها الفرسان بين المضاربي ثم بدأ بسرد كثير من الأبيات الذي يهمنا في هذا الأمر قوله أنه يعني ينادونني في السلم يبنى زبيبتين يعني في الأوضاع الطبيعية ينادى ازدراءاً بنسبته إلى أمه التي هي تعاد من شريحة العبيد وبهذه الطريقة إذا كان ينظر إلى هذا الشخص إلى هذا الشخص الذي فرض نفسه في الواقع والذي يحتاج إليه قومه أثناء النوازل والنكبات والأزمات باعتباره فارس قوي جداً وينظر إليه في الأوضاع العادية وفي أوضاع السلام بهذه الطريقة كيف ينظر للبقية الذين لا يمتلكون القوة والذين لا يمتلكون القدرة التي يعني ربما تساوي هذا الشخص إذن كان هناك اختلال واضح جداً في طبيعة العلاقات بين أبناء المجتمع وحالة من الدونية والطبقية ونحن نتكلم مثل ما ذكرنا عن العلاقات البدائية بشكل عام نتكلم عن طبيعة العلاقات التي تسود أبناء المجتمع لأنه لا يوجد علاقات بالمعنى العلمي الذي نتحدث عنه الآن إذن هذا طبيعة الواقع ما قبل ظهور الإسلام يمكن أن يلخص بمعادلة واضحة أن هناك خلل في منظومة العلاقات سواء بين الإنسان والخالق سواء بين الإنسان والإنسان في حالة من الدونية نظرة طبقية في إشكاليات حقيقية تسود أبناء المجتمع مع بعض وفي حالة من الإشكالية بين طبيعة العلاقات بين أبناء المجتمع والنخب التي كانت تقود هذا المجتمع ما الذي جاء به الإسلام؟ الإسلام عندما جاء جاء بمنظومة من المفاهيم والقيم والتصورات التي تعيد طبيعة العلاقات بين الإنسان والخالق والإنسان والإنسان وتعيد طبيعة العلاقة بين أبناء المجتمع على أسس مختلفة لم تكن معهودة ولا معروفة في الأيام السابقة كان هناك طبقية وعنصرية وإشكالية جاء الإسلام بما يمكن أن يطلق عليه طبعا البذور الحية وهذه البذور الحية عبارة عن مفاهيم قيم تصورات قناعات هذه التصورات والمفاهيم والقيم تعيد قناعات الناس وتعيد طبيعة العلاقات بين أبناء المجتمع الواحد فأصبح العبد يمكن أن يقدم على السيد لكفاءته ومهارته ويمكن للإنسان البسيط أن ينال حظه في المجتمع بطريقة مختلفة وبدأت تنشأ في أوساط المجتمع الإسلامي طبيعة مختلفة تماماً عن العلاقات في المجتمع الذي سبقه باعتبار أن الإسلام جاء بمبدأ التساوي وجاء بمبادئ مختلفة جداً وعني بشكل خاص الإسلام عنية بشكل خاص بالعلاقات العامة وسنذكر هذا الأمر من خلال عدة أحاديث واحد من الأحاديث بس التي تتحدث عن العلاقات العامة وكيف أن الإسلام ليس فقط طبيعة العلاقات التي هي التصرفات وإنما اتجه أيضاً إلى معالجة النفسيات والقناعات وحاول أن يحرص على المحافظة على المشاعر لأنه لما نتحدث بعدين عن بادئة العلاقة العامة سنكتشف بأنه ضمن بادئها الأساسية كيف ينظر للإنسان هذا باعتباره إنسان ويكرم ويحافظ ويرعى في مشاعره العلاقات العامة في الإسلام سبقت هذا الأمر وبدأ الإسلام يجسد لنصوص حقيقية إذا كان ثلاثة في سفر فلا يتنجث ندون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يزعج أو يؤذيه بمعنى الحديث إذن نحن أمام منظومة قيمية تسعى ليس فقط للحفاظ على كذا للحفاظ حتى على المشاعر وليس فقط للحفاظ على الأبدان بني الإسلام على خمس أكثر حديث يحفظ أبناء المسلمين بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله الله وأنه محمد رسول الله عندما نستقرأ هذا الحديث بالمناسبة من وجه هندسي في إطار العلاقة العامة سنكتشف حقيقة بأن الإسلام ليس هذه الخمس الخمس هذه عبارة عن أرضية الإسلام أرضية الإسلام التي بني عليها الإسلام فما هو الإسلام؟ لما جين عرفوا من أحاديث أخرى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الدين المعاملة تكتشف بأن هناك منظومة من التعليمات الحقيقية التي تحمي قضية العلاقات والروابط في إطار المجتمع المسلم بشكل لا يتصور ليس فقط الإنسان مع الإنسان الإسلام تجاوز هذا الأمر لضبط علاقة الإنسان بالكون بشكل عام وعلاقة الإنسان حتى بالحيوان إذن نحن أمام منظومة قيمية مختلفة تجاوزت برقيها وسموها وبحرصها على الحفظ على العلاقة العامة كل الحضارات التي سبقتها والتي لحقتها لكن الإشكالية ستظهر عندما نتحدث عن النقطة الأخيرة سأذكرها إن شاء الله في الأخير ما الذي حال دون وجود علوم مثل علم العلاقة العامة وغيرها من العلوم طالما نحن نمتلك البذور الحقيقية الآن ننتقل إلى نقطة مهمة جدا طريقة معالجة الإسلام للعلاقات وطريقة معالجة العلم الذي جاء من الغرب للعلاقات العامة هناك بعض الفوارق البسيطة في إطار تناول الإسلام وفي إطار تناول العلم الذي جاءنا والآن بندرسه وندرس هذا العلم أول واحدة الذي هي القناعات والسلوك العلم الذي جاء الآن والذي إحنا بندرسه والذي جاءنا من الغرب يتحدث عن السلوكيات عن السلوكيات بدرجة رئيسية فهو يقول حتى تمارس العلاقات العامة بشكل سليم فيجب عليك أن تبتسم في وجه العميل بشكل مناسب وأن تتعامل مع العميل هذا بشكل راقي فهو إذن يتجه لمعالجة السلوكيات بدرجة رئيسية بينما الإسلام ليس فقط السلوك وإنما اتجه لمعالجة القناعات الأمر الذي يجعل الإسلام أكثر تميزا في معالجة هذه القضية لأن علماء الاجتماع بيقولوا بأن الحكم عن الشيء فرعا تصوره والسلوك ناتج عن هذا التصور فإذا أنا تمكنت من غرص قناعة حقيقية لدى هذا الفرد فهو سيمارس هذا السلوك ليس بدافع الحرص فقط على أنه يظهر بشكل حلو أمام الزبون وليس بتكلف وبجهد مضي وإنما يتعامل معها بتلقائية باعتباره مقتنعا بهذه القناعة إذن الإسلام جاء ليغرس قناعات ويعزز مفاهيم حقيقية فيما الغرب جاء ليعالج أو العلم الحديث جاء ليعالج إشكالية السلوكيات طالما سلوكك مناسب مع الزبون هذا هو الأهم بالنسبة لي لكن في الإسلام أنا مهم أنك تقتنع ابتداء بهذا السلوك حتى تمارسه بطريقة حقيقية لأن التكلف يمكن أنه ما يستمرش ولا يدوم بشكل كامل وقد تأتي لحظة من اللحظات تشعر فيها بأنه سلوكك يختلف لأنه ما تشعر أنك مقتنع بهذا السلوك لكن القناعات تصنع شيء مختلف النقطة الثانية الباطن والظاهر هي طبعا تجسيد للنقطة الأولى من جهة لكن من جهة أخرى أيضا الإسلام جاء ليعالج البواطن البواطن وليس فقط مجرد الظواهر الآن نحن أمام إشكالية حقيقية أن الرقابة الذاتية التي تحصل الرقابة التي تحصل في إطار المجتمع في إطار بيئة العمل أو المنشأة رجل العلاقة العامة أو مختصي العلاقة العامة أو الممارسين في العلاقة العامة إذا كان هناك رقابة معينة بيتصرفوا بطريقة معينة في حين إذا نزعت هذه الرقابة وما فيش كذا بالإمكان يختلف عندنا لا لما تكون هناك حقيقة إذا كان باطنك باطنك يعني تم تنقيته وتطهيره بشكل أعمق وبالتالي بالظاهر بيكون عبارة عن يعني إنعكاس حقيقي للباطن أخيرا آخر نقطة من هذه الفوارق الذي سمناها الدنيا والآخرة يعني كثير من العلم الذي جاء العلم الحديث جاء يعالج إشكالية العلاقات ويتناولها باعتبار أنها أي ممارسة العلاقات العامة بشكل مناسب مع الزبائن ومع الجمهور تسهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تحقق مزيد من النجاحات للمؤسسة ولمنشأة ومزيد من الأرباح ومزيد من العوائد المادية أما بالنسبة للإسلام فقد تجاوز هذا الأمر ليس مجرد النجاح الدنيوي وإنما هناك أيضا يعني ربط الإنسان عندما يمارس علاقات مع الآخرين بشكل مناسب ويتعامل بشكل سليم تبسمك في وجه أخيك صدقة كثير من المسائل التي جاءت لتعتني بطبيعة العلاقة بين الإنسان وأخيها الإنسان أيا كان ليس فقط العوائد المادية الذي يمكن أن تتحقق وإنما هناك إيش؟ عوائد تتجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة ومنها يمكن أن تحصل على الأجور وتكسب رضا الله عز وجل إذن هذه باختصار شديد الأوجه الفرق بين معالجة الإسلام للعلاقات ومعالجة العلم الحديث للعلاقات العامة للعلاقات العامة ننتقل إلى النقطة الأكثر يعني الذي الأخيرة طبعا في هذا الموضوع والأكثر أهمية بالنسبة لنا يعني لماذا الفجوة بين النظرية والتطبيق؟ عندما نتحدث عن العلاقات العامة في الإسلام نجد أن هناك تعاليم عظيمة جدا ونجد أن هناك أمور لا يمكن أن توجد في أي علم من العلوم الأخرى ونجد أن الإسلام تجاوز معظم العلوم في قضية وضع الأسس الحقيقية لهذه العلوم أو غيرها لكن لما نجي للواقع نكتشف بأنه إحنا مش قادرين ننتج للناس علوم حقيقية عملية بالإمكان الاستفادة منها والقياس عليها وتعزيزها وتدريسها والاستفادة منها لماذا؟ أين هي الإشكالية بدرجة رئيسية؟ الأسباب بشكل رئيسي تكمن بالتالي أولا أن هناك يعني الإسلام جاء بمنظومة قيم وهذه القيم حتى تتحول إلى إجراءات حتى تتحول إلى إجراءات وإلى ممارسات نحن بحاجة إلى مجموعة من الأمور يعني حتى نحول القيمة المجردة هذه إلى قيمة فاعلة في الأرض محتاجين إلى ما يليه أولا الحفر المعرفي وراء هذه القيمة نوجد لها يعني ثراء معرفي حولها ثانيا تحويل هذه القيمة إلى مبادئ ثم تحويل هذه المبادئ إلى تشريعات وقوانين ونظم ثم إيجاد نظم حامية لهذه التشريعات والنظمة التي أوجدناها وبالتالي الفجوة هذه أو الرحلة بين القيمة المجردة والواقع لم نخضها حتى الآن حتى نتمكن من إنتاج علوم حقيقية لدينا تعليمات رئيسية نعم لكن كيف يمكن تحويل هذه التعليمات إلى إجراءات يمكن الاستفادة منها يمكن توظيفها يمكن التعامل معها يمكن التعامل بها هذا الأمر حتى الآن لم نتمكن من خض هذه الرحلة الطويلة رحلة الحفر المعرفي ثم تحويلها إلى مبادئ ثم تحويلها إلى نظم وإجراءات ثم تحويلها إلى أو إيجاد نظم حامية لها ثم يعني تحويلها إلى علوم ومفاهيم ومبادئ ووجود قياسات هذه المسائل كلها لم نتمكن من كذا إذن الفجوة الأساسية تكمن السبب الرئيسي يكمن في عدم قدرتنا على تحويل القيم النبيلة والسامية إلى إجراءات فاعلة في إطار هذا الموضوع يتكلم أحد المفكرين نفكر مالك بن نبي في كتاب اسمه مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ونحن نتحدث هنا عن فكرة العلاقة العامة أفكار جاء بها الإسلام لكنها لم تفعل في أرض الواقع يقول بأنه نحن يقصد المسلمين نحن نمتلك أصالة القيم لدينا قيم أصيلة ونبيلة لكن الغرب يمتلك فاعلية القيم وبالتالي نحن محتاجين فعلا أن نفعل هذه القيم من خلال ما ذكرناه من الرحلة الطويلة هذه رحلة الحفر المعارسي إلى رحلة تحويلها إلى واقع وإجراء على الأرض المعالجات باختصار شديد طبعا هناك أيضا سبب آخر ذكره بعض المفكرين وهو أنه أثناء ما بدأ المؤلفون في العالم الإسلامي يألفوا وضعوا باب اسمه باب العبادات وباب اسمه باب المعاملات بالنسبة للعلاقة طبعا نتكلم عن موضوع العلاقة العامة باب العبادات وباب المعاملات كان هذا التصنيف هو مقتضى طبيعي للتأليف يعني أثناء ما تألف أنت محتاج أنك تصنف الذي حصل مع المدى البعيد أنه ظهرت عند الناس قناعة بأن العبادة شيء والممارسات أو المعاملات شيء آخر فتجد المسلم داخل المسجد ما شاء الله تعاملوا راقي جدا يخرج من خارج المسجد قد يعتبر المعاملات خارج المسجد لحال هذا باب لحاله ثاني فنشأت فجوة بين العبادة والمعاملات مع أنه ما بش عندنا حاجة اسمها عبادة معاملات العبادات عبادات والمعاملات عبادات لكن لمقتضى التأليف حصل التصنيف والتصنيف هذا مع المدى البعيد تحول إلى فجوة بين الجانب المعرفي المتعلق بالموضوع الجانب الذي هو جانب الممارسات المتعلقة بطبيعة العلاقات بين الناس بشكل عام إذن المعالجات الحقيقية هي أن نقضي على هذه الأسباب ونتجهم باشرة للبحث والحفر المعرفي والاستفادة من نظريات الوافدة والاستفادة من المفاهيم الأساسية الموجودة عندنا حتى نتمكن من إنتاج علوم يمكن أن يستفيد منها الآخرين وأن نستفيد منها نحن في الحياة بشكل عام وأن لا تظل المفاهيم والقيم التي نملكها مجرد قيم للتمدح كما يذكر المفكر مالك بالنبي إذن نحن بحاجة إلى أن نحول هذه المنظومة التي نؤمن بها منظومة المفاهيم المتعلقة بالعلاقات العامة أو غيرها من العلوم لكن أنا أتحدث عن العلاقات العامة إلى واقع حقيقي وإلى علم حقيقي يمكن أو إلى إجراءات يمكن الاستفادة منها في إطار الحياة بشكل عام إذن نصل الآن إلى ملخص اللقاء بشكل سريع تناولنا المحاورة التالية تناولنا نشأة العلاقات العامة كممارسة العلاقات العامة البدائية تناولنا العلاقات العامة في الحضارة القديمة البابلية والآشورية الفرعونية اليونانية الرومانية وأخيرا تحدثنا عن العلاقات العامة في الحضارة الإسلامية في اللقاء القادم عزيز الدارس سنأخذ إن شاء الله نشأة العلاقات العامة الحديثة وسنتحدث عن مبادئ إيفلي للعلاقات العامة ونتحدث عن دور العالم إدوارد بيرنزلي في تطوير العلاقة العامة ونتحدث عن مظاهر تطور العلاقات العامة وسنختم اللقاء بالحديث عن الفرق الجوهري بين العلاقات العامة البدائية والعلاقات العامة الحديثة إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية هذا اللقاء أتمنى أن يكون مفيدا وممتعا وأترككم في أمان الله إلى اللقاء قادم